اهلين يا البنات ومحبا بكم معايا في فيديو جديد احنشوفو فيه اليوم ان شاء الله المنو كمبلي تاع رمضان بإذن الله احضر لكم حريرة اكسبرس 5-5 بلا لحم طيب تتسويت نديرو معها ان شاء الله بوراك ومنديرو اندوزين بلا دكتوفوه معايا الحريرات احنسحقوه احبه طماطيج حبه بصل كبيره حبه بطاطا زوج زرودية اه عندنا الهنيا كرافس الهنيا كرافس الهنيا كانت تربطه كرافس الهنيا عندي هاد الغصن كبير ما عندكم اربطه رح يكون احسن نسحقوه شوية حشيش ونسحقوه التوابل التالية نسحقوه كرويه شوية فلفلدريس زنجبيل راس الحانوت وشوية كركم ومنساوش ملعقة كبيرة ماشي مع مراتع طماطيج مصبرة ونسحقوه زوج قطاع تاع جومبو دجاج وشوية فرميسال باش نزيدوه على فان كي طيب الحريرة انا اللي هنا يراني قطعت كامل الخضر تاعي كما راكو تشوفو على هاد الشكل على مكعبات صغيرة باش نسهلو لهم طيب ديالهم قطعت اللي هنا في طنجرة ديالي شوية سمن معه شوية زيت كما راكو تشوفو ونحط كامل الخضر تاعي مقطعه هادا مكعبات باش كل شي تقلالي مليح 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 كما كنت راكو تشوفو نحط كامل الخضر على ضربة يعني كامل اماما تان قولت لهم اماما غصن هادا كتاع الكرافص من الاحسن يكون هادا كتاب الربطة أه كتاب الربطة كتاب الربطة راكو تكون الكرافص ربطة ارحيوها مع الخضر تاعكم ميكي يكون هكذا غصن وش بخيف نحوها قبل من ارحيو ملعقة على طماطيش والتوابل كامل كما شفنا ونقليهم على نار هادية باش ياخدوا وقتهم في التقليه كما رو مركيتو يا البنات منسيتش الملح وإنما بالعاني راح ندير الزوج مكعبات على جنبو و جنبو على بنا باللي فيه الملح دونك ما تديروش تماما الملح في هاد الاغوسات زوج قطع على جنبو راح نعوضوكم على الملح انا هنا سنقلي كلش كما تبالو الخضر تقليه ملح سنضيف جنبو و دجاج ونضيف الحشيش ديالي بلا ما نقطعه ونمرق بالمسخون نخلي كل شي طيب حتى يدوبوا كامل يدوبوا و يطيبوا بيان باش نرحيوهم ما يقعدوش عبارة عن قطع في لسوب ديالنا بعد ما طابو راح ننحي هذا الكرافص بس كما نرحيش معهم إلا كان نرحيت الكرافص و هو هاك دخشين احي خليكم دي فبغ داخل لسوب داعكم بحق ببغة ميكسر يابعه قليلا نضيف الكميشة صغيرة و نعود نرجع فوقنا لطن ميطي بالفرميسل لنضيف الحريرة و نضيف الحم بلا فيند نضيف الفل كحل و ملح و ملح نضيف الكميات لحم المفروم نضيف الكميات لحم المفروم و نضيف الفجل سنينات توم نضيف المفروم و نضيف المفروم كما نرى كمية لابس بها من المعدنوس البوراك على ان يحب الكثير المعدنوس يجب انتوه وضيف فخوماج فخوماج بلان هذا ندوبه مع هذا الحم لكي نستطيع ندوبه كامل في الخالط ونكمل بشيء بشيء زيتو نقطع رقيق والفخص نعمر بشيء 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 نستطيع نصف ورقة نقسم نقوم بشيء نقوم بشيء 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 ونقلب بشيء وربع لنقوم بمثال نستطيع منصف ونقل ونقوم بشيء بالكرة نستطيع بشيء نستطيع بشيء سوف نضع مقادير التالية صدر دجاج بصلة كبيرة خمسة حبات بيت زيتون خضر مقطع معدنوس مقطع فخماج غابي من أي نوع تحبه و فخماج بلون نبدأ بالوصفة نضيع قطع دجاج نضيف مكتب نضيف مصدر بصلة كبيرة و نضيف مصدر و نضيف مصدر قطع الاقصاء فخماجئات نضيف الملح و الفلفل كحل نقليهم مليح تيدو بالبصل و يتقلى لي شوية هاداك الدجاج بعد ما تقلى سنأخذ المرق بالمسخون و نضيف كل شيئ طيب حتى نتحصلوا على النتيجة التالية بعد ما طابد خالط نحن 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 نزحق المرقة ننحي القطع للدجاج من هذه الكلاسوس لكي نفتتهم بعقلي و هذه الكلاسوس سوف نفتت الدجاج إما يدويا اما يدويا اما استعمال لغوبو نضيف المكونات الأخرى نضيف المكونات الأخرى نضيف جبن أبيض على شكل مكعبات صغيرة نضيف المكونات الأخرى نضيف المكونات الأخرى نضيف المكونات الأخرى نضيف المكونات الأخرى خلط كل ملح 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 حتى نحصل على الملح الخالط للغاتان كيف تسلح الوصفة أفضل جبن أمامنا لأنني لم أستعملها للوفير شيميك من الأحساس للووفير شيميك يمكننا تأكل جبن خلال النساء أقوم بحضة جبن وضع الجبن المبشور وضع الجبن المبشور ها هي البنات بعد ما طيبتو شوية من تحت قسمي طيب لهذاك البيض او جلي قراتينه من فوق باش يتحمل لي شوية هذاك الو خومج هاي لك النتيجة تعوه والله غري يا البنات جربوه و دعولي بالخير ستترو بون بزيف بزيف بني احين تفضر كتاني معايا الحريرة تعنا اكسبرس طيب ان 20 مينوت يعني فرanchement سيهن تخي تخي بون غوست عكين كونو مزروبين ولا وبنتها بنا من تقول لوش بالخدم Peach الحم ولا فرanchement بنی escol بنا ها هي 요ها لا رأينا الي اخر كفاش الج الذهي بون غوست عكي رأ霉نا تخي بون ننصحكم انكم تجربوها ان شاء الله انا الان اراني درت لكم مع هاد المنو درتويا حميس او سلطة سخونا او لكل واحد كيفاش يقول لها عا كل حال وهاوليك البوراك تاعنا يا البنات تاع البيان داشي دونك جيفي اكس بري اني درت بوراك باللحم فيو كلا سوب تاعنا كيما قولنا ما فيهاش اللحم هوليك يفاشي جيم قرمش كل حبة قدخوتها طيابو بيان دوغي هكدا نوصيكم ونعاود عشاك فو ايا البنات هاليك دونك النتيجة تاع الوصفات تاعنا تاعنا هاليوم ان شاء الله يا ربي يكونوا نالوا اعجابكم وتجربوهم كامل الفيديو كانت خفيفة ضريفة شفنا فيها تلت وصفات مين با دوز مينوت نتمنى ان ان شاء الله ستكون عجبتكم الفيديو سيسي لوكا يا البنات بلا ما نوصيكم كيما قولكم دايمن معلكم غير تشتركوا في القناة تديروا ليجام ان شاء الله الفيديو ايس وقتوا تفعلوا جرس التنبيه باش يلاحقوكم الفيديو توعي جدد داكو يا البنات انا نضرب لكم موعد هاد العشية ان شاء الله في سلسلة عنا تعريحة رمضان لدي شي لا صحة فطوركم تهلولي بزف بزف في روحتيكم تبقاوا على خير وباي باي يا حبيباتي شكرا